طبعا ده للأسف زي ما قلنا وكلمنا يمكن الكلام ده مبارح باختصار الموضوع كان يعني القضية دي أثرناها مش مبارح بس أثرناها خلال مدخلات كابتر ربيع ياسين وقلنا يا جماعة يمكن الكلام ده في البيت الكبير قرناء لازم يا جماعة الناس تتحرك لازم يكون فيه صوت قوي وصوت صريح مع منتخب مصر الشباب يأثر على الاتحاد الأفريق ويكون فيه جلسة واضحة لتأجيل هذه المباراة المباراة طبعا ما تأجلتش واتحسبت 3-0 صالح منتخب ليبيا يعني حضراتكو بعد ما حصل يعني هناخد بعد ما حصل الانسحاب دوت خلاص اتحسبت النتيجة 3-0 لكن كان بشكل سريع كان فيه دايما نحن يعني احنا بتوعوا اللحظات الأخيرة لما بتحصل مشكلة يبقى بنروح نعملها لكن كن ممكن نعالج ده وحكلم حضراتكو كن ممكن نعالج ده ازاي وزارة الشباب والرياضة المصرية قررت ارسال طائرة خاصة لاعادة منتخب الشباب من تونس لمصر بكرة وقال المسؤولين في الوزارة ان بعد دراسة الوضع بشكل كامل تم الاتفاع عن الاولوية هي الحفاظ على سلامة طبعا اللاعبين الحفاظ عليهم ويعني قالت وزارة الشباب والرياضة ان فيه طيارة مجهزة طيارة خاصة مجهزة بشكل طبي بشكل كامل للتعامل مع اللاعبين المصابين بفيروس كورونا ان اللاعبة دي هترجع بكرة الاربع من تونس لاستكمال طبعا الرعاية الصحية هنا في مصر مع التنصيق مع وزارة الصحة خلينا نتكلم ان الخبر ده وصل للعيبة وكان رد فعل اللاعبة اكتر من رائع في وجهة نظري كل لعيبة منتخب بمصر للشباب قالوا لا احنا موجودين في تونس وحنكمل البطولة احنا مش هنرجع لان احنا ده تعبنا سنتين وكابت الربيع تعب معانا سنتين وده حلم كبير كلنا بنحلم به ان احنا نكون متواجدين في بطولة الامر الأفريقية ومن خلالها نصعد لكاس العالم للشباب ده حلم كبير الوزير اشرف صبحي طبعا هو قال في تصرحات صحفية ان بعد التواصل مع الاتحاد المصر الكورت القدم بقى صعب جدا على منتخب مصر انه يستكمل البطولة بسبب النقص العدد وخلينا في دوق كل اللوايح لاتحاد الأفريق الكورت القدم ان الامور بقت صعبة جدا لمنتخب الشباب ان يكمل هذه البطولة لكن كمان الرؤية الفنية للجهاز الفني اللي كابتن ربيع ياسيل مسؤول عليها بشكل كبير قال ان الموضوع صعب اللي كابتن بشكل كبير